إلى ذلك زار رئيس إقليم كردستان نيتشرفان بارزاني محافظة ديلوك في تركيا وذلك لتقديم تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الزلزال وكانت أولى محطات زيارة بارزاني إلى مكتب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفاد في محافظة ديلوك وعبر رئيس إقليم كردستان عن استعداد حكومة الإقليم لتقديم أي نوع من المساعدة لتركيا هذا والتقى رئيس إقليم كردستان نيتشرفان بارزاني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة وذلك في أعقاب جولة أجرها رئيس الإقليم في المناطق المنكوبة من زلزال تركيا المدمر